زي النهاردة من حوالي 223 سنة بالزبط وبالتحديد يوم 20 يونيو 1800 صدر قرار من الاحتلال الفرنسي باغلاق الازهر الشريف واللي كان شوكا في ظهر الاحتلال وفضل المسجد الازهر مقفول لحد ما خرجت الحملة الفرنسية 1801 ودي كانت اخر مرة يتم اغلاق الصرح العظيم ده اللي فضلت ابوابه مفتوحة للعلم لحد النهاردة والحكاية باختصار ان الازهر ما كانش مجرد مؤسسة دينية في الوقت ده لكنه كان بيقوم بدور قيادة الامة ضد اي ظلم الازهر كان الحقيقة المنبر بتاعه عبارة عن قنوات اعلامية بالمعنى المعاصر دلوقتي قنوات فضائية سوشال ميديا بتنقل الحقيقة وتتبنى مظالم الناس وتحد الناس على الثورة ضد الفرنسويين او ضد الظلم بشكل عام حتى لو مش فرنسويين وكان شيوخ ونقبة المجتمع ومثقفيهم اللي بيقوموا بتبني مطالب الناس وقيادة الثورة لحد انه عشان كده على فكرة ده كان سبب رئيس الاغلاق الجامع ان الجامع هو كان قيادة الازهر بعلماء وكان له علماء مشهورين في الوقت ده زي الشيخ الشرقاوي والشيخ الساداتي او السادات وعمر مكرم هم اللي قادوا الناس لصورة القاهرة الاولى والتانية ضد وتحدين التانية ضد الفرنسويين ودي صور مرسومة يعني ربما يكون الشكل مقارب شوية للشيخ الشرقاوي والشيخ العمر مكرم اما ازا عايز اقول لكم ان فكرة العامة دي لما تجبر كان فيه مقال للاستاذ فتح ردوان عن العمامة وكان مكتوب في مجلة الدوحة الثقافية اللي كانت عظيمة في الوقت ده وبتصدرها مؤسسة قطر العمامة دي كانت لما تشوفها تعرف منصب الراجل او ينصبه يعني بيشتغل ايه والعمامة عند بعض المسلمين كانت عبارة عن كفن ان الراجل ماشي وشايل كفن ولفه على راسه يعني وكلما كبر منصب الشخص في المدينة كانت عمامته تبقى كبيرة جدا المهم يعني ان الشيخ دول كان معهم دول نقبة المجتمع وصفوته وكان معهم تجار كبار او بلغة العصر ده رجال اعمال زي احمد المحروقي شهباندر التجار ومصطفى البشتيلي شهباندر التجار بلاء اللي طبعا حكيتلكو هنا حكايته وازاي ان الفرنسويين بعدما الراجل ده قاد حملة ضد الفرنسويين ومقتلة عظيمة فيهم الفرنسويين انتقموا منه انتقم رهيب رهيب بلا قلب جابوه كده وحطوه وسط رجالته وخلوا رجالته هم اللي اقتلوا بيديهم مصطفى البشتيلي ده كان قائد المقاومة الشعبية وغيرهم كتير قوي مصطفى البشتيلي ده حضارات زيه زي الحقيقة الشيخ طبار اللي هو بتاع المنزلة بتاع بحيرة المنزلة اللي كان قائد عظيم لمقاومة الحملة الفرنسية المهمة لما قدر كليبر يقضي على الثورة ويقمعها بالمدافع والخيول دخلت الجامع الأزهر وقام هو بسجن واعدام قادة الثورة وقاعدم مصطفى البشتيلي بالشكل اللي قتلكوا عليه فقام واحد من شباب الأزهر هو شاب من الشام جاي من الشام سليمان الحلبي قتل كليبر انتقاما لللي عمله في المصريين فكان أول قرار تم اتخاذه بعد مقتل كليبر هو غلق الجامع الأزهر زي النهاردة من حوالي 223 سنة بسبب دور الأزهر في التعبير عن الشعب وقيادة الأمة ضد المحتل الفرنسي وضد الظلم خلونا نبدأ حلقتنا أيها الأحرى العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزمن بيتطور ودور الأزهر الحقيقة ظهر له بداء العصرية ما تغنيش عنه وخلي بالك من اللفظ ده البداء العصرية زي القنوات الفضائية وزي الجرائد وغيره لا تغني عن دور الأزهر ظهر كمان نخب مسقفين مكان الشيخ الشرقوي والشيخ السادات وغيرهم وعمر مكرم دول سياسيين دلوقتي وأساس الجامعة شوية بشوية الكل نداس لغاية ما جات ذكرى 30 يونيو عشان تعري كل عشان كده أنا على الهوى بشكر محمد الباز ودي أول مرة وتقريبا آخر مرة هشكره يعني أنا بشكر محمد الباز جدا محمد الباز اللي حرد في يوم من الأيام على قتلي أنا بشكره هو وحمد موسى وعمر قديم اللي في غمرة احتفالاتهم بإنجازات 30 يونيو فضحوا لنا دور النخب العار وحطوا كل واحد قدام نفسه في المراية وورونا مصر بعد عشر سنين على مدار اليومين اللي فاتوا وإحنا هنا في مصر النهاردة بنواصل مواجهة نفورة الكذب والتزوير ومحاولة كتابة أو إعادة كتابة تاريخ ملفق لمصر التزوير اللي اتفتح على المصريين ده من المخرج أحمد علي أو مجدي أحمد علي إلى الأخ جابر اللي استباحوا فيها التاريخ وزوروه والحاضر كمان في حاملة شعواء الهدف منها تمديد البطل الفاشل لفترة رئاسة جديدة يكفي بس أنك تبص على شاشات الإعلام المصري كله هو نفس النغمة في مولة سيدي الدعاكي مولة 30 يونيو يقولوا السيسي حلو يا بابا والسيسي أنقذنا يا بابا إحنا يا بص أنا عارف أن أنت عصابك ما تتحملش لكن لخصناك القصة كده ده اللي يفسر بقى غضب الرئيس يوم الأربع اللي فات قال ما فيش تغفيد ما فيش تعون جديد ما فيش عويد وقال إحنا عشان الناس إحنا هنضيع أيوة الشعب المصري قرأت حركة رسالة دي إزاي إيه سيادة قرأت رسالة دي إزاي هو التصريح ده هو الرسالة الواضحة لانحياز للناس لانحياز للناس يعني تم الاتمام بها اتمام غير مضبوك وطبعا ده بما يضمن نوصولها للمواقع وصولها اتخاذ القرار بالدولة وتمكيل المرأة سياسيا وابتصاديا واجتماعيا وصحيا ويمكن حضرتك بتتاركي كثير من المبادرات اللي بالفعل دعلك المرأة تسترد مكاناتها التي تستحصها ما فيش واحد في السجن بدون ما عندناش اعتقالات في مصر يعني ما عندكش حد يروح يعتقل واحد لا أي حد النهاردة داخل السجون المصرية يا حكم محكمة يا أمر يا حمس مني فما عندكش حد داخل السجون بدون اتهام ما عندكش ده أصلا ما عندكش في مصر النهاردة اعتقال ما عندكش معتقل ما عندكش حاجة اسمها سبب سياسة ما فيش عندنا كده في مصر وانتي حتنتخبي أكوردنج للي حيقولوا أو للي عملوا فأنا هنتخب اللي نعرف اللي عمل فأنت هنتخب اللي انت تعرفه اللي عمل اللي فيه حاجات ملموسة قدامي جامع هو ده النغمة أو ده الكرال ده كرال العار السيسي حلم السيسي سكر السيسي بلوزة بس أنا كمحمد ناصر ليه شوية حاجات كده على الأربعة أو الأربعة شبابيك دول ونبي يفتح لي الأربعة شبابيك إذا كنت تفتحهم سيبك من الدكتور جابر خلص هو خد نصيبه معانا وإحنا لحد الوقت عايزين نعرف في علم الأجنة وده ينتمي المين بس يعني مش مهم ده علي خلاص خليني أفكرك بالراجل ده نقعد كده ونقفل الإيربيس يا جماعة الله يخليكو خليني أفكرك بالراجل ده ونرد على ده والأخت دي دي عروسة مستنية واحد وده خلاص نرد على الاتنين دول ده علي الدين هلال ده أبو لمع الورنيش ده بتاع صفر المنديال فاكرين لما خدنا صفر في المنديال الراجل ده تخيلوا وصلت بيت بجاحة أولا ما نعرفكم بالأخ الراجل دخل عندوكو البيت ده أستاذ علوم سياسية بجملة القاهرة نموذج للدجل أنا هزبتلك بس أنا مش بتدعي على الراجل يعني الراجل ده عينه مبارك في فترة من الفترات وزير شباب ورياضة أو وزير شباب يعني كان مسؤول عن ملف التقديم مصر في كاس العالم 2010 الراجل ده خدنا صفر ليه؟ لأنه جات البعثات تدرس الطرق والكباري والتاكسيات عندنا لقوا البلد خرابة الراجل ده طلع ساعتها قال إحنا الحقيقة ما أخدنا صفر في المنديال ده وسام على صدرنا ليه يا بل حج ده صفر يعني هو الصفر وسام قال لك أهو الله وسام ليه أخ وسام الصفر وسام قال لك لأن إحنا رفضنا ندفع سبع مليون دولار رشوة أه أه أفكرك إن ساعتها خريتها دولة جنوب أفريقي البطولة دي ده رفضنا ندفع سبع مليون دولار قال لك تعرض علينا أو طلب مننا سبع مليون دولار رشوة فإحنا رفضنا فعشان كده الحقيقة يعني خدنا صفر تبقى أنا أفهم إن اتحاد الدولي لكرة القدم أفهم طلب منك رشوة صفر أنت مددوش فخدنا الصفر بس أفهم ليه المغرب مددكش صوتها ليه بقيت الدول ليه ما خدتش ثلاثة ليه ما خدتش خمسة ليه خدت صفر يعني رفضت تدفع لمين أي كلام بقى إنما تحولت النكسة إلى وسام زي كده مرتضى منصور لما انسحب من بطولة الصوبر وقال لك إحنا خدنا كاس الكرامة وهو ده اللي إحنا شطار فيه كمصريين رجع لي الويند والله يخليك هو ده اللي إحنا شطار فيه قوي إزاي تحول هزيمتك إلى شيء حلو وده حصل في سبع وستين لما كلنا على دماغنا هزيمة منكرة لسه بنعاني منها لحد لوقتي وتقال ساعتها دي مش هزيمة دي نكسة إحنا شطار فيه قوي ندجل ما نطلعش نعترف كده ونعمل زي الناس المتحضرة إن إحنا أخطأنا وإنها كانت هزيمة عادي جدا إيه المشكلة يعني الجيوش في العالم بتتهزم نابليون اتهزم إسكندر وقف ده ليا كلها ممكن تحصل فيها الحاجات دي إيه اللي عندنا؟ عندنا حولنا هزيمة ستة وخمسين إلى نصر عسكري مع أن إحنا ما انتصرناش في حاجة في ستة وخمسين خالص بل بالعكس ده لولا ديفيد هامر شولد الله يمسيه بكل خير الله يرحمه الراجل في التربة دلوقتي ولولا روسيا اتدخلت ولولا الرئيس الأمريكي نفسه تدخل في الموضوع كان زمنا محتلين لحد الوقتي بورسعيد بلسماعيلية والسويس من ستة وخمسين إنما قدر عبد الناصر بالدجل الإعلامي يحول هزيمة عسكرية إلى نصر رغم أن الجيش المصري ملوش أي دور في انتصار ستة وخمسين النصر كان الحقيقي لأبطال السويس بورسعيد بلسماعيلية الأهالي اللي عملوا ملاحم البطولة إنما عبد الناصر حول الحكاية دي لنصر وليه هو شخصية إحنا شطار في القصة دي ستة سبعة وستين كانتش هزيبة ولا حاجة دا كانت نكسة الصفر بتاع المونديال تحول إلى وسام وسام مصر خدته الانسحاب من بطولة السوبر بأخدنا كاس الكرامة إحنا شطار في دا عليه الدين هلال دا نفسه بقى أعرفك بيه أكتر طلع للويندو الله يخليه آيو الله يكرمك عليه الدين هلال دا أعرفك بيه أنا قلت لك إنه أستاذ علوم سياسية ولا نسيت أكيد قلت لك الراجل دا له مقال في يوليو 2010 مقال في يوليو 2010 بيكلم على مصطلحات سكها جديد عن الدول هو أستاذ علوم سياسية المصطلحات دي يا حضرات هو مصطلح الدولة البلوزة ومصطلح الدولة الهزء ولما الطلاب في معسكر أبو قير أبو بكر الصديق في أبو قير سألوه إيه الدولة الهزء قال لهم الراجل دا الدولة الهزء هي الدولة اللي تغير دستورها أو مواد من دستورها لصالح شخص أو لمصلحة شخص أو لمصلحة فئة اسألوا الراجل دا على المقال دا كتبوا في يوليو في الأهرام 2010 الراجل دا حضرات قال الصفر وسام على صدري الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي كتب يومها مقال الحمد لله اللي خدنا صفر خلي في ضحيتنا جوانا احنا لا عندنا تاكسيات ولا عندنا حاجة بعثات الاتحاد الأوروبي قالت مصر لا تملك شيء عشان تنظم البطولة بينما هو الحد الآن بيروج لصفر المنديال الفضيحة على أنه وسام على صدره بالمناسبة كده قبل ما عديه الراجل دا حصل على جائزة النيل في مايو 2023 عن كتاب ليه اجتمع المجلس الأعلى الثقافة وبتعليمات أمنية قرروا يدولوا الجائزة دي ودي أرفع جائزة في المجال الثقافي في مصر جائزة النيل وتعملوا تكريم دا اللي أطلق عليه أبو لمعة الورنيشي هو دا دا عليه الدين هلال الراجل دا قال من شوية إيه معلش تعرفت دويسكي على الراجل دا قال من شوية قال ما عندناش معتقلين محدش بيروح من بيته ويعتقل نسمعه كده معلش شابرة نسمعه كده أي حتة أي حتة ما فيش واحد في السجن بدون ما عندناش اعتقلات في مصر بس شكرا نطلع بقى بالبوست دا كده ما عندناش اعتقلات في مصر اطلع بالبوست بتا عبد الرحمن عبد الرحمن يا حضرات شاب عنده 18 سنة شاب مصري عنده 18 سنة من زاوي الهمم اللي السيسي بيتاجر بيهم اتفرج عبد الرحمن سعد زايد شاب 18 سنة بيحب الكرة وبيعشق النادي الاهلي بعد محاولاته أفق والده على زهابه لحضور ماتش الاهلي وفاركو وكانت أول مرة يروح لستاد بعدها اتخذ من بيته واختفى بدون علم أهله عن مكان حبسه الفترة وبعد ما دمنا نشف من التدوير عليه ظهر في نيابة أمن الدولة على زمة القضية 744 وهي الانضمام لجماعة على خلاف القانون والتهم بمحاولة إحياء رابطة ألترس وطبعا كلها اتهمات باطلة ليس لها أي أساس من الصحة ببساطة جديدة جدا عبد الرحمن وقت حل الرابطة وأيام أحداث كارسة برسايد كان عنده 7 سنين حد عائل يقول لنا ازاي يكون متهم في محاولة إحياء الرابطة عبد الرحمن دخل دلوقتي على شهرين محبوس في السجن شاب 18 سنة مرمي وسط المجرمين والقتلة بسبب حبه للكرة ومستقبله بيضيع عشان بيحب الكرة ونادي الأهلي أبوه أمه ألبوهم محروق على ابنهم بسبب الكرة عمره ما راح للساد غير مرة واحدة في حياته ما عملش أي أحداث شغب هناك وإلا كان اتمسك هناك اتمسك من بيته بالمناسبة عبد الرحمن من زويل همم اللي الرئيس قلب البلد عشان يقدم لهم مساعدات عبد الرحمن عنده عين مش بيشوب بيها نهائي والتانية محتاجة أدوية ورعاية عشان ما يفقدهاش ياريت حد أو أي حد مسؤول يساعد شاب مظلوم في إن مستقبله ما يضعشوا البلد عليها دور كبير وغلوا الشباب وخدرهم من أي خطر وإلى آخره ده عبد الرحمن يا حضرات ده 18 سنة يا كذاب يا ابن الكذابة يا أحمد يا موسى اتخذ من بيته أنتوا هتواجهوا ربنا إزاي بالكذب اللي أنتوا بتعملوه ده قول أي حاجة تانية قول الدنيا فل قول عندنا كباري وطورو قول حاجة تتصدق لكن ده راح الاستاذ مرة واحدة اتخذ من بيته ويطلع أحمد موسى يقولك ما عندناش حد يتقبض عليه كده بدون طعمة كده ما عندناش ده كانت عليه بس على أربعة ويند وربنا يفك أسك عبد الرحمن وبعد كده طالع عليه الدين هلال أحدث دجال في كاتبة المضللين يقولك بعد ما قالت كلام الحلو ده ياريت الأجهزة الأمنية تحط خطه وإحنا نمشي عليه في الإعلام بعد كل التطبيل ده أستاذ العلوم السياسية خمسين سنة بيدرس علوم سياسية بيطلب خط من الأجهزة الأمنية عشان يمشي عليها هو ده اللي بتعلمه للطلبة اسمع كده الدجال عليه الدين هلال بيقوله داخلية والدعاء والإعلام تعالوا إلى كلمة سوا يعني يا داخلية أي جهة أمنية هو أنت إيه قوليلي عايزاني إيه الحدود سيبيني الشغل بقى وأحمد موسى وعلي الدين هلال وكل الناس كل الناس عندها عارفة وإذا أنا عرفت إيه إيه الحدود يعني مش دوري قضية قضية الخط إيه الخط إيه الخط إيه الخط الراجل عايز خط يمشي عليه الراجل عايز خط بعد خمسين سنة يا ترى اسم الدولة أو تعريفك للدولة دي والت أستاذ علوم سياسية الدولة اللي بتحط خط وأنا مشي عليه تعريفها إيه دولة البلوزة زي ما أنت قلت ولا دولة الهزق زي ما أنت قلت ولا الدولة إيه ما تعرفنا خط ليه يا دكتور أنت ما دخلتش معهم غروب السامسونج ولا إيه لكن كلام الدكتور عليه الدين هلال ده بتاع الصفر الوسام بيفكرك بإيه أيوة بيفكرك بدكتور جابر مبالح اللي رغم تعريضها بتقولك المقالات بتتشال والأعمدة اختفت أفكرك ونحط الاتنين جنب بعض أفكرك الأول كده بالدكتور جابر بيقولي والأعمدة الصحفية ترجع نفسي في ده نفسي أنا أكتبي عم أنا ما أكتبش ده يسكت الناس دي كلها إحنا كنا بيجيب الأعراب نشوف إيه يعني إيه نفسك تكتبي أنا ما أكتبش يعني إيه نفسك تكتبي نفسي أكتب في الجرايد يعني إيه نفسك تكتبي يعني آخر مقالة شال ف مش هكتب غير لما ياولي تعالي كتبي والنبي ارجع كده ارجع ورا لحد ما اقولك عند السؤال التاني بتاع عمري يعني نفسك تكتبي وركز قوي على الرياكشن اللي عملته رياكشن كيوت قوي عرف اتقلبت فجأة يا ميس ممكن نعمل بيبي اسمع كده شوف الرياكشن يعني ايه نفسك تكتبي نفسك في الجرائد بس يعني ايه نفسك نفسك روح الحمام يا ميس ممكن روح الحمام بالزبط فجأة قلبت لي كيوت كده نفسك في الجرائد ممكن يا عم توديني المراجيح تخيل بتتسول وتتقمص دور طفلة بدككي وطلع تقول نفسك في الجرائد واستاذ العلوم السياسية طالع يقولك احنا حطولنا خط وانا مش عليه اسمع الاثنين والاعمدة الصحفية ترجع نفسك ده نفسك انا اكتبي عم انا ما بكتبش ده يسكت الناس دي كلها احنا كنا بيجيب الاعراب نشوف ايه يعني ايه نفسك تكتبي ما انا ما بكتبش يعني ايه نفسك تكتبي نفسك في الجرائد يعني ايه نفسك تكتبي يعني اخر مقالة شيل فا مش هكتب غير لما يا وليه تعال اكتبي داخلية والدعاء والاعلام تعالوا الى كلمة سوا يعني يا داخلية يا اي جهة مني يعني وانتي ايه وليلي عايزاني ايه الحدود سبينا الشغل بقى واحمد موسى وعلي الدين الهلال وكل الناس كل الناس عندها عرفة واذا انا عرفت ايه ايه الحدود يعني مش دوري قضية قضية ايه الخط ايه الخط 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 حطيلي خط وانا امشي عليه الاغنية قلت كده يعني شوفلي بره وانا امشي عليه عشر سنين على تلاتين يونيو واثنين من اكبر منافق السلطة دكتور جابر بتشحت الكتابة وعليه الدين الهلال استاذي العلوم السلسية بيطلب خط يمشي عليه نظرية اعلام سامسونج اللي اسسها تلاتين يونيو اثبتت فشلها في كل شيء وسبحان الله انقلب السحر على الساحر مطلعينهم يلمعوا الفاشل الجعر فتقلبوا عليه وفضحوه من غير ما يقصدوا لانه الحقيقة فشل في كل شيء وبقى مسيطر عليها شوية من الفشل والمنافقين لدرجة انه يطلع صحف كبير زي نص القفاص واعلام كبير يتمنى اعلامنا يوصل لاعلام الضفة وغزة ويقول بالنص مش عايز اشتح بخيالي واقول اعلام تركيا تخيل تركيا مش عايز اشتح بخيالي وانا هقولك ليه تعالى كده يتفرج على استاذ داصل القفاص بيه ده كلام حقيقي وده كلام بجد تختلف تتفك مع ناصر القفاص ده كلام حقيقي الاعلام القوي يعكس سلطة قوية والاستاذ نصر على فكرة له مقالات في زم وشتم رابعة والنهضة مش هقولك بقى لا اخوان هو لا ترسي اسلامي لا ده الراجل ده له مقالات الف تجمع رابعة ده اللي قاله مالك في الخمر ضده ضده وراجل النهاردة بيتكلم كلمة حق كان بيحتفل بتلاتين يونيو الراجل ده كان مدير تحليل الاهرام العرب كان نائب رئيس تحليل الاهرام الراجل في العشرية السوداء طالع يقول كمان ان ايام مرسي كنت تقدر تعمل تمرد كنت تقدر تطلع على الشاشة تعارض دلوقتي انسى اسمع كده اي حد ما هم مش ضمين حيقول ايه على الشاشات او هيكتب ايه في الجورنام ما بيطلعش ايام محمد مرسيكم ونقدر نعمل استمرد تمرد وننزل في الشارع وانا كنت اقدر اطلع على الشاشات واتكلم وكنت اقدر اكتب في الجورنام كل ما عرضته على رياسة جمهورية الحمد لله بردو بأمانة لم يأخذ باي شيء منه دلوقتي ما بكتبش غير في الفيس بوك ممنوع من الزهور ممنوع من الكلام ممنوع من كل حد ممنوع من مكافذ ناية الفيلمة ممنوع من كل شيء السيطرة والتحكم مبقاش في وسائل الى مباس انما في كل حاجة مثقفين وسياسين هي رواية واحدة ترويها يكتبها الكاتب في الاهرام والاخبار والجمهورية يقولها المزيع بالليل نفس الرواية هي دي دولة التغاة هي رواية واحدة محدش يخرج عنها تحكم في كل شيء حتى الاحزاب وبقى اكبر حزبه في مصر هو حزب الامن الوطني زي ما قال برضو الكاتب الصحة في نصر الافاص هنا ازاي بقى فيه حزاب وعيدة وهي بتجرع عبر الاجесьة الامنية اكبر حزبه في مصر هو الامن الوطني اعظم حزبه في مصر هو الامن الوطني ال Roosevelt صاحب سيدنا من فوق في حفلة الريوار الوطني بيتكلم كلام ما يمكن الرجل ده موتور وبيقول لك أكبر حزب في مصر هو الأمن الوطني ما ممكن يكون الرجل ده الحقيقة بيتجنى معلش أرجعك لأبو لمع الورنيشي تاني الدكتور علي الدين هلال نرجعك تاني اللي قال يا دخلية يا أجهز الأمن قلونا خط ونمشي عليه رجعني تاني كده يا بيبو لو سمحت تفضل دخلية والدعاء والإعلام تعالوا إلى كلمة سواء يعني يا دخلية يا أي جهة أمنية وأنت إيه قولي لي عايزاني إيه الحدود يعني كلام ناصر الأفاس هو كلام علي الدين هلال بالزبط إن الدخلية أو الجهات الأمنية هي أكبر حزب في مصر أما الحكومة فدي مجرد سكرتاريا ورئيسها مش مسموح ليتكلم في السياسة الخارجية والأمن القومي نسمع لأستاذ ناصر الأفاس كده رئيس وزراء مش مقود في أي حاجة في أي حاجة رئيس وزراء مش مسموح له يتكلم في الدستور ولا في الأمن القومي ولا السياسة الخارجية وأنا وأنا هأكد الدكتور اللي قاله الأستاذ ناصر الأفاس من كام يوم سألتك هنا وأنا قاعد هنا قلت لك كيف يتأتى لوزير ناقش إنه يطلع في مؤتمر يكلم الجعر متخطياً رئيس الوزارة وضربت لك مثل بعمر موسى قلت لك إن عمر موسى لما كان وزير خارجية في حكومة عاطف عبيد وغيره يعني لأنه قاعد عشر سنين وزير خارجية كانوا زميله في الوزارة غيرين منه لأنه كان بيتخطى رئيس الوزارة وعمل قناة التواصل مباشر مع رئيس الجمهورية وقتها الرئيس حسني مبارك فأنا قلت في المؤتمر اللي طلع فيه كامل وزير ما كانش موجوده كرئيس الوزارة رئيس الوزارة لا يستطيع إنه يغير كامل وزير لا يستطيع إنه يوجه كامل وزير ده تأكيداً لللي قاله الأستاذ نصر لا أستاذ نصر ريت الموضوع على كده بس ده حتى شغل الحكومة نفسه السيسي بيديه للجيش السيسي بيديه للجيش اسمع كده يعني الحكومة بتقوم بجهد مجبر كلها بصراحة لكن أي موضوع عايز أخلصه أي موضوع عايز أخلصه يا محمد ذاكي بقول إيه بقول إيه يا محمد يعمل إيه يعمله بس خلص كلمة تفضل الحمد أنا بحييك وبحيي جيش طب أقول كده ليه عشان أنا منه لا والله لا والله العظيم لكن أنا بقول كده عشان بسجل ليك ولبل التاريخ طب بيبقى الأمن القوم المصري أنا بقول كده ليه بقول كده لا والله بقول كده عشان هما اللي ما عاديني الجيش هو اللي ما عادني ويوقف وزير الدفاع كأنه لمؤخذة حتة قماش بتاعة المطبخ حمد ذاكي بقول إيه هعرف حمد ذاكي هعرف هو ده العنوان العريض لتلاتين يونيو أي حاجة بديها للجيش ما فيش دولة الجيش دولة لوحدك داخل الجيش ما فيش إعلام فيه سامسونج ما فيش نخب والأحزاب فيه أمن وطني يشوف لي بر ونرسي عليه من الآخر كده إحنا قدام نخبة باعت شرفها ومبادئها وتخلت عن دورها وقعدت تنافق في إنجازات وتنفق في إنجازات وهمية وثابت الشعب جعان مش لاقي يأكل زي ما بيقول الأستاذ نص الأفاص لو قالوا لي انت مش شايف إنجازات قالوا ما لها شايف شايف كبار يعني شايف كويسك وشايف ترب حلو وشايف مشروع غليون تحفة البلطي بتمانية لنبقى بمية وشايف مشروع البتلو اللحمة من مية وخمسين لربعمية وخمسين وربما تكون زادت شايف أنا شايف مش مش شايف أنا شايف العربية اللي كانت تمانع متين ألف إنه بقت مليون ومتين أنا شايف إنه الناس أقول لك يعني الرز السكر شايف مش مش شايف إذا كانت السلطة خايفة لا يحصل خمسة وعشين في أسباب تؤدي إلى خمسة وعشين ده كلامه بقى الخلاصة يا حضرات عشان تلاقي مكان في جمهورية السيسي الجديدة إما تكون كائد طابية بصوت الأستاذة الشويكر رحمة الله عليها أو يعني تكون عسكري جيش يعني أو شرطة أو مخابرات أو قضاء وعلى ذكرة داخل حتى الفئات دي تحسبهم سوا يعني إنت جوه الجيش نفسه لأ مش كل الناس متهنية وقعدة على شيل قاوت والحاجات دي ووغدا المشاريع والهبد والخرصانة والمليارات اللي عملت تهبد من مصر فيه زباط جيش يعني مشرحين السكة دي حتى داخل الشرطة نفسها مش كل زباط الشرطة متهنين قوي كده ومتنعمين قوي مش كل زباط الجيش بقى الدين زيدان اللي قعد على أدوية مصر اللي دلوقتي بقى أكبر تاجر أدوية في مصر مش كل زباط الجيش كامل وزير ومش كل زباط الشرطة نفسك قصة برضو ولا كل القضاة المناسبة كده دي فيه فئة في دول وفي دول وحتى الإعلام مش كل برضو الإعلاميين على الحجر فيه إعلاميين برا الحجر مش مغضوب عليهم لكن مش متشافين إنما هم فئة بس انت دور كده في الإعلام هتلاقيهم وش المكتب وش الدرج البوني ده نشت الدين بلينجانة العريسة مش عروسي الرومي اللي اسمه أحمد موسى وعنده غباء أحمد موسى غريب ده الرجل بيه خبط في السيسي يقولوا أيوة أيوة ياد يا غبي ده بيخبط في السيسي يا غبي ده بيقول الأجهزة الأمنية بتتحكم في الحاجات يقولوا أيوة يعملوا خط أيوة أيوة وتحلق عليهم لغاية ما الحرام يسرقهم أما الشعب فمصيد دلوقتي في الزكرى العشرة الثلاثين يونيوم هو الموت غرقاً أو جوعاً أو سجناً ودي الحاجة الوحيدة اللي ليك فيها بس حرية الاختيار